مع انتشار فيروس كورونا عن قطاع التأمين من أعمق ركود لم يواجه القطاع منذ الثلاثينيات من القرن الماضي وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الطلب على التأمين هذا العام وبخاصة التأمين على الحياة حيث أنه من المتوقع أن يتقلص حجم الأقصاد بنسبة 6% لتأمينات الحياة وبنسبة 1% لتأمينات الممتلكات وأشار الاتحاد إلى أنه في الوقت الحاضر ستتسبب جائحة كورونا في تراجع نمو أقصاد التأمين على الحياة وغير الحياة بنحو 3% عن فترة ما قبل الركود غير أنه من المتوقع أن يصل مجموع الأقصاد المكتتبة لكل من تأمينات الحياة والممتلكات إلى 3% أعلى من مستوى حجم الأقصاد في وقت الجائحة وذلك خلال عام 2021 وهناك عدة سيناريوهات مرتبطة بتأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بعد انتهاء الأزمة تتلقص في السيناريو المتشائم والذي يتسم بالشدة ويستمر لفترة طويلة مع ظهور موجة لاحقة في العام 2021 ينتج عنها الاستمرار المتجدد للتدابير الوقائية ويتحول انتشار الفيروس إلى أزمة مالية أما السيناريو المتشائم الثاني حيث يظل تفشي الفيروس تحت السيطرة ولكن التدابير الوقائية تضعف فرص الاقتصاد في التعافي وهناك السيناريو المتفائل الذي يتوقع أن تتم السيطرة على تفشي الفيروس ويصحب ذلك تعديل إجراءات الإغلاق اعتمادا على أعداد الإصابات ما يتسبب في وقع أضرار اقتصادية طفيفة وعلى الرغم من ذلك فإنه من المتوقع أن تتعافى هذه الصناعة من ذلك الركود الذي من المفترض أن يكون قصير الأجل وأن تبدأ أقصاد التأمين في النمو من جديد ويدخل الاقتصاد في مرحلة من الانتعاش طويل الأجل ومن المتوقع أن تكون تأمينة الممتلكات والحوادث هي المحرك الرئيسي لانتعاش التأمين مرة أخرى